تاتاتاتا 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 تاتاتاتاتا الفصول الأربعة لأنتونيو بيفالي من الجبل إلى الشاطئ إلى الكتبان الرملية إلى الغابة يمكنك أن تعيش الفصول الأربعة في يوم واحد في نهاتشي عندنا سيداتي واسدتي مرحبا لكم في هذه الحلقة التي سنشد الرحالة من خلالها إلى موضوع السياحة ولهذا الغرض استدعينا المرشد السياحي الخبير في السياحة البيئية السيد خلوق البرنيز سيخلوق اسلامة الله يسلمك وين جيك أولا سيخلوق أشنع الفرق ما بين السياحة دي لكم السياحة الكلاسيكية المعروفة عند الناس السيد الفرق ما بين السياحة دي السياحة الليك تعرف هي بحال الفرق ما بين هاي دوراء والموكير كم؟ السواح اللي كيبغيوا يقلصوا في الفندق يعوموا ويكنوا ويشربوا ويجيبوا لهم القصارية تل عندهم كيجيبوا لهم الحلقة تل عندهم كيجيبوا لهم فولكلور تل عندهم احتى من الكتبية كيجيبوا لهم تل عندهم يتصوروا معها ويردوا البلاستها هذي السياحة كسولة وكاتقام بغسل الفندق السياحة ديالكم؟ احنا سواح ديالنا كيعجبهم الهواء المطلق وكيبغيوا يباتوا في الخلاق وحنا كنا نقدموا لهم جوالات حب استطلاعية في الطبيعة الطبيعية وهم ناسين وحنا احساسين بغنا ان تنعرفوا اشن هو الغراب من هاد السياحة احنا التوريسك ديالنا دي ما كيديهم ما يعودوا لان الشعار ديالنا هو الطبيعة التقافة والطفولة الشيخوخية كيجيوا لعندنا من جميع الاعمار ومن جميع الاجناس وكان ردوهم دراري شبان يافعين كان علموهم يكلوا السهل الممتنع بحال زعلوك كان علموهم موسيقى الارض اللي مرتبطة بالطربة بحال العزف على الدعدوع كان علموهم يضربوا الرش كان علموهم يضربوا الفال وكان ضربوهم احتطر احنا كان علموهم وكان لقحوهم بالثقافة الشعبية ديالنا باش ما يبقاش رميين باش على الاقل يقول لي وكروازي وكي اللي راسو خفيف كي يقول لي بلدي نعم على ذكر الثقافة الشعبية ما فيها باس نذكر بالكتيب اللي صدرات الجمعية ديالكم واللي هو في اطار تدعيم السياحة الثقافية ولي ترجمته فيه وحد عدد كبير مهم جدا من الامتلة الشعبية الى لغات اجنابية الى اسمحتين طلعوا عليه استاذ بكل صرور نعرضوا لك كل نور ان يحافظوا رقل ما لا لا اسمحت لي اما الوقت ما كيسمحش لانا حقيقة له الكتيب مفيد جدا ولا اسمحتين طلعوا على بعض الامتلة منه وانا نقرع عليك بالعربية ويلا كان ممكن ترجم ضربة بالفرنسية كتاب قيم وبحث مهم جدا نعطيه مثال من مثلا ناخده صفحة 13 طلعتك الكرموس انزل شكون قال هالك مانت مانجي نفيق ديسان كي تانيسا الله يعطيك الصحة ناخده مثال اخر صفحة 25 مثلا الكرش إلا شبعات كتقول للراس غني عندما تغفره فهل بلا يل دي على تتت Vas-y , عظي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. السرع خُر جمال النهالهور سير لشامو لشاء اللي دي مانج عجب لست مهمي الأخور اشوف جيبو سوى لبو امه موسيو لاسيغوني فين أمبغاسي سون بوسا سوداء لوميوت شكرا شكرا لأنك تفيدوا بهذا القدر لأنه ممتاز في علامة لأن الناس يتطلعوا عليه أنا شخصيا معمرني يعني عرفت هذه السياحة ديالكم إذا كان ممكن نعرفوا نضار على واحدنا نوداج ديال المدار كتسميه المدار جولة يعني سيركوي شينا نوداج باش نعطيه الفكرة للمتفرجين ولكن الله يخليك بإيجازة تفضل في اليوم الأول كان مشيوا نستقبلوهم في المطار وكان استقبلوهم بالحليب كان نخويوه لهم على رجليهم ومن لي كان عنقوهم كان ديهم مباشر الحمان باش منقوهم من بعد كان ديرو ليهم الفطور بالحم الراس باش يحافظوا الانتسابة هذيك الساعة كان عبروهم وكان سوريوهم وكان حنيوا العيالات وكان كرطروا الجلع هذا كله غير استقبال وبنسبة الجولة الجولة كتبدأ بالتخيام في واحد كومبينج شوفاش يعني مخيام متوحش وكان ديروهم في الكاميوات في الكاميوات نعم هو ما كيبغيوا الهواء المطلق كيبغيوا الكار يكون دي كابطار يعني الكاميو لا لا احنا عندنا هذك شي مؤطار غادين في الكاميو وديرين لهم التنشيط ومسابقة تقافيا هكارطا هداما هالنفاخات هالأناشيد لا 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 ليرو لا 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 يعني هناشطين وغادين فرحانين كنعلمهم مدوي وكنعلمهم الزغرتو وكنعلمهم اردوا لادراء كل شي لا لا اسمح لي كتقول بأن السياحة ديالكم هي أساسا بيئية اشن هي المحطات الأساسية ديالكم الرئيسية اللي كتمروا منها كنت لا تدي المحطات أساسية المحطة الأولى كنكريوليهم البغال وكيطلعوا لراس الجبل باش يعرفوا اشنا هو التلج ويجمعوا البلوط المحطة الثانية بالنسبة للناس الشيبانيين اللي عمنوا مبرودة ديال المفاصيل كنديوهم اللي نجينا ونجيك ندفنوهم فرملادي المرزوقة وكنشويوليهم للحم كنديوهم لهم قطبان المحطة الثالثة اللي كيساليو كل شي كنديوهم للفنيدق يتقداو كاشير وماروخاء وكيمشيو ناشطين يا فعلا مدار شي وكينشي صعوبات ولا بدأ لكم كتصادفوا صعوبات فهذا الممر رضيالكم الصعوبات صعيبة اللي كتجينا هي صعوبات صحية كيف قلت ليك عنا التوريسك ديالنا عندهم كتر من سبعين عام ورفوق فكيوقع لهم إسهال كطه لهم كيرش كيجيهم العكس يعني مع الهندية وهذا وحنا أنا كل حال هما كيعجبهم الحال لأنهما كيعيشوا السياحة ديالنا مياه في المياه كيعيشوها من بره ومن الداخل وهما عجبهم الحال إنما كين مشاكل أخرى مع العكيربات والحنيشات هذي مشاكل أخرى فهذا الحالات شنا هو الدور ديالكم الإسعاف الإسعاف كان ساعفوا معهم كان دلولهم شوية ديالتحميرا وكيفوتهم الحال هما فرحانين بهذا الشي ديالنا شكرا سيلبرنيز أنتم مرخص لكم كتشتغلوا في إطار قانوني أشنا هو رأيكم في الفوقيد يعني الناس لما عندهم شو رخص المثال كيقول حوتة وحدة كتخنز شواري أن ساخدين بارفوم تتنبا هذي الناس للأسف ديال الفوقيد كيسيئوا الناس معقولين بحالنا أنا كان عرف واحد توريستا باعوا لها واحد طريف ديال القنب بستقل مليون قالوا لها كان كيتحزن به سيف دوليازال حال أخرى ديالناس اللي كيديوا سواح ديال مريبين وتيقولوا لهم هذور الآطار اللي خلاوا البيزنطيين أنا كان عرف واحد سواح باع ليه واحد سيد مدفع من الآطار ديال الوداية سيد علاني يتوجيب هوندا باش يدل مدفع ديالو توقفوا عليه ولا مكمل الكونجي ديالو فعو كاشا واحد بحطر سلام ستر مولانا اسمح لي عندما مكلمة تفضل باشيح باشيح مدفع ديالو توقفوا عليه باشيح باشيح هذا المحزوب بن موسى مهازير سري في هولندا الله يخلكم أنا كنعيب على أمال الكودسيات اللي كيديروا الفرزيات ما بين سائح المحلي وسائح الأزنابي هادشي عيب هادشي ملكودشي خاصة يهز كلشي لأنه باد كيرشي مكلمة أخيرات فضل ألو مساء الخير هذا حسن الفد من مولا يوسف أهلاً أستاذ أهلاً 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 فرنان ديالنا مرحباً سيح عشان كيف حالكم كلشي بخير كيشي ما قديوه أستاذ فضل أنا إلا سمحتو ولو عندي موقف من البرنامج الساخف ديالكم هذا إنما عندي واحد طلب للسيد المرشيد السياحي بخصوص واحد نسيبة ديالي اللي ينجيكم السكنة معايا وما كتخرج ما كتدرج واش ماشي ممكن تديوها دفنوها في هذه الرملة ديال مرزوقة وبما أنها عندها البرودة في الشعر ماذا بيكم قاعد دفنو لي احتراسها اللي جات على حق محشمتي يا القرع اشنو ها ها هدية في عائلة اي اي ها اي شوف اه انا رهبط لبتلك هنا اي غيربيا ولابيا اي اي ادويا العوار اي 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 شكراً موقف حريج شوية لا يفسد عليه انسان الله يخرج هذه العقيدة بخير شكراً سيدتي وسادتي انت لقوا في قتل الشيح القهراء الى اللقاء